السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اهلا ومرحبا بكم يارب تكونوا بخير في حلقة النهاردة هنحل قطع النحو من امتحانات المحافظات 2020 تلت عدادي الفصل الدراسي الاول تعالوا مع بعض نبدأ بقطعة النحو محافظة القاهرة 2020 بتقول قطعة النحو يا مصرانة انت وطننا الذي ولد في احضانه ابنائك يا مصرانة ده اسلوب نداء يبقى هنا فين المنادة مصر انت وطننا انت ده ضمير مخاطب ده اسم مبني مبتدأ وطننا ده خبر اسم معرفة بعده كلمة الذي ولد في احضانه ولد ده فعل مبني للمجهول في احضانه جر ومجرور خلي بالك من الفعل المبني للمجهول لانه بيجي كثير لثالت عدد الفعل المبني للمجهول مش بيكون بعده فاعل بيكون بعده نائب فاعل اللي هو المفعول به اصلا بيبقى نائب فاعل لما اجي قولك كتب الطالب الدرس الطالب دي الفاعل لما اجي ابنها للمجهول وقولك كوتيب الدرس الدرس دي مش مفعول به الدرس دي نائب فاعل وجايلنا هنا في القطع اللي قدامنا بيقول ولد في احضانه ابنائك يبقى ابنائك دي هنعريبها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفحة ضم ومن شكل الكلمة كده انا عرفت ان اي مرفوعة ابناء اوكي ان هي لو منصوبة ما كانش حط الهمزة على الواو كان حطها على السطر الابناء اكي ولو مجرورة كان هيحط الهمزة على نبرة ويقول ابنائك وحرسوا على ان تكون الام مصر ام الدنيا وحرسوا ده فعل اقاني فعل اقاني ببني والفعل الماضي بيكون مبني على الضم اذا تصلت به واو الجماعة يبقى ده فعل اقاني ببني على الضم على أن تكون عايزين نعرب تكون تكون سبكة بناصب النواصب اللي بتنصب الفعل المضارع أن لن كي حتى لم التعليل يبقى تكون دي هنعربها فعل مضارع منصوب بالفتح تكون الأم مصر الأم لقب أو وظيفة جي بعده اسم يبقى مصر دي برافو هتكون بدل الاسم اللي بيجي بعد اللقب أو الوظيفة بيكون بدل والاسم المعرف بقل بعد اسم الإشارة برضو بدل بدل مطابق أو بدل كل من كل مصر أم الدنيا بسواعد وعرق أبنائها بسواعد جر ومجرور الو حرف عطف عرق دي معطوف أعربها معطوف وشوف المعطوف عليه كلمة سواعد مرفع ولا منصب ولا مجرور لأ سواعد دي مجرور البق حرف جر سواعد اسم مجرور يبقى كلمة عرق هعربها معطوف مجرور وعلامة جر الكسر وعرق أبنائها الذين يواصلون العمل ليلة نهار ما دينا من مادة ما دينا يد العون والمساعدة للجميع لتظل مصرنا منارة تنير للحائرين عايزين نعرب كلمة منارة هنشوف بداية الجملة لتظل مصرنا منارة تظل فعل ناسخ من اخوات كانة ومصرنا ده اسم تظل ومنارة دي خبر تظل يبقى نعرب منارة خبر تظل منصوب وعلامة نص بالفتحة با الاستخراج احنا كده جاوبنا على السؤال الف سؤال اعرب مع تحتها وخط وفي الامتحان بنعمل الجدول ونكتب الكلمة ويعربها وننظم ورقة الاجابة كويس جدا الاستخراج اول حاجة عايز منادة استخرج منادة مبينة نوعه المنادة الاسم اللي انا بنادي عليه يا مصرنا فين اللي انا بنادي عليه مصر ونوع المنادة هنا اوعى تقول للمنادة علم مصر دي علم بس هنا بعدها مضاف اليه بعدها الضمير يبقى هنا نوعه مضاف يبقى قوله المنادة مصر مصرنا ونوعه مضاف لانه بعده مضاف اليه اللي هو الضمير المتصل. الضمير المتصل اي ضمير بيتصل بالاسم بيكون ضمير المتصل مبني في محل جر مضاف اليه. هنا المنادة نوعه مضاف. ومنادة منصوب. اتنين عايز ممنوع من الصرف ليس علم. علشان ما تجيبش كلمة مصري يعني. هو عارف انت هتفكر ازاي. فعايز ممنوع من الصرف ليس علما. ادور على صيغة منتهى الجموع هلاقي كلمة سواعد. واحنا عارفين صيغة منتهى الجموع الجامعة اللي وسطه الف وبعد الالف حرفين او تلاتة وسطهم ساكن. يبقى الممنوع من الصرف كلمة سواعد. ولو قالك بيين السبب هنقوله لانها صيغة منتهى الجمعة. رقم تلاتة في الاستخراك استخرج بدل وبين نوعه. عايز بدل. احنا قلناها واحنا بنقرأ الكتعة الام ومصر. الام دي لقب او وظيفة. مصر دي الاسم اللي جات بعدها. يبقى نقوله مصر دي بدل. ونوعه قلنا بدل مطابق او بدل كل من كل. رقم اربعة في الاستخراك استخرج نعة وبين نوعه. ايه انواع النعت اخدناها في تاني عدادي. نعت مفرد لما بيكون كلمة واحدة واسم. ونعت جملة ونعت شبه جملة. والجملة يا جملة اسمية يا جملة فعلية وشبه الجملة يا ظرف يا جرم مجرور. تعالوا نستخرج نعت من القطعة واحنا بنقرأ القطعة دلوقتي قلنا انت وطننا اللازي. وطننا ده اسم معرفة. الاسم الموصول بعدها ده نعت. وده نعت نوعه مفرد. بعربة اللازي اسم موصول مبني فيه محل رفع نعت. تم فيش نعت الثاني في القطعة مستر? لا موجود. ولو قالك استخرج نعت جملة هتلاقي برضو النعت اللي احنا هنستخرجه دلوقت. منارة تنير. المنارة ده اسم نكرة وبعده جملة بعده فعل. احنا حفظين الجمل بعد النكرات صفات. وبعد المعارف احوال. بدور على اسم نكرة الجملة اللي بعده بتكون نعت. لو اسم معرفة الجملة اللي بعده بتكون حال. هنا منارة دي اسم نكرة وبعده جملة. جملة فعلية اللي هي كلمة تنير. يبقى تنير دي نعت وجملة. نعت جملة فعلية. اما اجي اعرب هقول تنير دي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. والجملة الفعلية في محل ونشوف بقى المناعوت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. لا منارة منصوبة. يبقى له جملة تنير دي في محل نص بنعت. لان احنا عارفيني ان النعت تابع للمناعوت. جيم تخير الصواب. الف يا اجتهداء. وخلي بالك من الالف دي دي الف الاثنين. يبقى لازم اتجيب مسنة. ما نفعش اقول طالب العلم لانها مفرد. طالبي العلم. طالبات العلم. الاجابة الصحة هي طالبي لانها بتدل على مسنة. واحنا عارفين ان في المثنة او جامعة المذكر السالم بتحزف النون للاضافة. مثنة طالب طالبين. وحزفنا النون للاضافة فنقول يا طالبي العلم. وهنا المنادة نوع مضاف ومنادة منصوب وعلامة نصب اليا. اتنين نعمة نقط تصاحب الصاحب الامين. هنا عن ولا متى ولا من? لهنختار من? لان من بتستخدم للعاقل. نعمة من تصاحب الصاحب الامين. دي بنغلط فيها لما بيجيب لك من وما. ما بتستخدم لغير العاقل ومن تستخدم للعاقل. نعمة من تصاحب الصاحب الامين. ركم دال اجب بما هو مطلوب. بيقول بئس الطالب المقصر في واجبه. اجعل الفاعل ضميرا مستترا. وفين الفاعل? احنا عارفين اصلا اسلوب المتح والزم بيتكون من ايه? من الفاعل والفاعل والمخصوص. ده اسلوب متح ولا زم? لا بئسة. لو نعمة يبقى متح. بئسة يبقى زم. بئسة الطالب المقصر ده اسلوب زم. يبقى بئسة ده فعل الزم. وفين الفاعل? الطالب. وفين المخصوص? المقصر. واحنا عارفين حالات الفاعل في نعمة وبئسة اربع حالات. ممكن يكون معرف بقل او ممكن يكون نكرة مضاف او ممكن يكون اسم موصول او ممكن يكون مستتر. الفاعل في الجملة اللي قدامنا بقصة طالب الفاعل كلمة الطالب ومعرف بقل. هو عايزك هنا تخلي الفاعل ضمير مستتر. طبعا عملها ازاي دي? اقول بقصة طالبا. بدل ما اقول الطالب اقول بقصة طالبا المقصف في واجبه. هنا فين الفاعل? لا مش طالبا. طالبا دي منصوبة. ما تنفحش فاعل خالص. لما تلاقي بعد نعمة او بئسة اسم نكرة منصوب لا استحالة دي يكون فاعل. ده بنعرفه تمييز. والفاعل في الحالة دي بيكون ضمير مستتر. هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هو المقصر. رقم ها اكشف في المعجم عن كلمة مادين اللي موجودة في القطعة. وقلنا مادين دي من مادة. الماضي بتاعها الماضي المجرد مادة. يبقى نكشف عنها في مادة الميم والدال والدال. يبقى احنا كده حلنا قطعة النحو من امتحان محافظة القاهرة عشرين عشرين. بتمنى لكم التوفيق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.